دكتور مصطفى مدبولي قالي النهاردة جملة بالنسبة لي خلت أنا شخصياً نورت وأنا كمان نورت ربعمية جيجا جيجا إحنا عندنا قدرات نولد ربعمية جيجا من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتصدرها إلى دول العالم طبق العقبة هي توفير تمويل التمويل وده صحيح ده إحنا عندنا أكتر من كده كمان هو الدكتور مدبولي النهاردة رمى الكورة في ملعب المؤسسات التمويلية ورمى الكورة في ملعب المراكز الاقتصادية العليا ومراكز الاقتصادية والحكومية إحنا عايزين تمويل عشان نديه قطاقة والقطاع الخاص والقطاع الخاص طبعا أنت هتقى حدك مصر بتقع في قط عرض 22-31.5 ده معناه شمالاً ده معناه أنها تقع في قلب الحزام الشمسي مصر من أكبر الدول اللي هي عندها إشعاع الشمسي على مدار السنة كلها من القاهرة للجنوب بننتج تريباً 6 كيلو وات ساعة على المتر مربع ده حاجة قوية جداً وأعلى معدلات الإنتاج الطاقة الشمسية أو الإشعاع الشمسي مصر عندها إشعاع شمسي من 2300 كيلو وات ساعة بالنسبة للإشعاع الشمسي مصر بتنتج 6.5 تيرا وات ساعة حالياً في الإنتاج الشمسي ده بالنسبة لنحن زيادة 145% عن اللي كان موجود في 2019 مصر في الحزام الشمسي في قلب الحزام الشمسي مصر عندها القدرة الفائقة إنها تنتج أكتر من كده كمان ولكن التمويل